اشتركوا في القناة وأن كل هؤلاء الناس على باطل أنتم فقط الذين على حق وهذا غرور منكم وتطرف وهذا تجبرون الناس على دينكم وهذه من أعظم حججهم في درء حكم الشريعة أو دين معين علما أن علمانيتهم هذه نفسها هي دين لها مواقفها من كل موضوع أصلا فمن الرد الذي نقوله لهم يقال لهم نعم نحن نزعم ذلك ونقول ذلك لا شك وذلك أن الناس اختلفوا فإما أن يكونوا كلهم على باطل وإما أن يكونوا فيهم حق واحد وإما أن يكونوا جميعا حق أما كونهم كلهم باطلا فهذا لا يمكن أن يحدد إلا من خلال وجود حق يحكم على كل هؤلاء بالباطل وهذا معناه أن كل أدلة الناس وبراهنهم والهقيمة وإما أن يكونوا كلهم على حق مع تناقضهم وهذا مستحيل هذا جعب بين النقيضين هذا يقول التثري الصواب وهذا يقول التوحي الصواب نقول هذا الصواب هذا الصواب يستحيل هذا جعب بين النقيضين وإما أن يوجد حق واحد وهذا ما نقول به ونزعم وندعي وأنتم أو أنفسكم تخطئون كل من خالفكم تقولون الناس الذين لا يعتقدون العلمانية مخطئون فهدتم تفعلون ما تنعونه علينا رأيت هذا الوجه كل الناس يرد عليها بعض الناس يستخدم نفس الأسبوب العلمانية هذا في خلافيات الإسلاميين فيأتي لأهل السنة فيقول لهم هل تعتقدون أنكم أنتم وحدكم الذين فهمتم الإسلام فهمه الصحيح وكل الناس هذا الظلال ما شاء الله وفقط أنتم الذين فهمتم الإسلام فهمهم الصحيح وربما يقول بعضهم وكل من سواكم كافر هكذا سيقول والواقع أنه السنة المخالفهم قد يكون مبتدعا وقد يكون كافرا يقول هكذا هل تحدثون أنكم وأنتم وحدكم الصواب وكل هؤلاء الناس ما فيهم الدين إلا أنتم فمس يقول جواب الجواب مثل جوابنا على علمنا فنقول إما أن يكون جميع الناس خطان ومعناها القرى لا هدى ولا نور ولا شفاء ولا أي شيء وإما أن يكون كل الناس على الصواب وهذا لا يكون وهذا لا يكون لماذا؟ هذا يقول الله فوق العرف وهذا يقول الله منزح عن هذا لا داخل العالم ولا خارجه هذا يقول الله يتكلم ما شاء متى شاء والثاني هذا يقول لا بالله هذا حلو الحوادث هذا يقول الإيمان يزيد وينقص وهذا يقول لا الإيمان ليزيد وينقص هذا يؤمن بالقدر وهذا لا يقول لا الإيمان بالقدر ليس صحيح هذا يثبت الحكمة وهذا يقول لا ما تثبت هذا يقول الصحابة عدول وهذا يقول لا ليس عدول أخذ خلافة علية رضي الله عنه وعطه بل هم مرتدون أو الساق هذا يقول مرتكب الكبير لا يكفر وهذا يقول مرتكب الكبير يكفر فلا يمكن يكون كلهم صورا فإذن ما الحل الحل أن يكون هناك فرقة واحدة ناجية وصور وهذا ما تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم خطوطه وقال هذه كلها على رأسيه شيطان وهذا صراط الله هناك صراط واحدة هناك صراط المستقيم ومثل حديث فرقة ناجية وحديث الطائفة من الصور وهذا حديث الكثير هذه رأيت مبارك الله فيكم فهو نفس الإشكال وعيد الصياغته فمن الناس من يرد على العلمانيين ويفحمهم ثم إذا جاء الإنسان الآخر الذي يتحدث عن فرقة يزعمون أنهم وحدهم الناجون يستخدم نفس الأسباب العلماني هذا وهو نفس الإشكال وعيد الصياغته يقال له أنت أصوى تزعم أنك الصلاة في خلافيات الناس فتقول أنا أذم الأشعر المتعصب والسلف المتعصب والكلم متعصب إذن أنت معك حق وحقك هذا عليه أدلة فأنت تزعم أنك وحدك من فهم القرآن والسنة فهمه صحيحا بينما هناك آخرون فهمه فهمه غالطا وحمله ما لا يحتمل فأنت أصلا تقع فيما تنعه على الناس أيضا هناك وجه علماني يقول أنتم ماذا قدمتم البشرية ويقصد ماذا قدمتم من إنجازات من الموسط المحسوسة اختراعات إنجازات اقتصادية سياسية اجتماعية إلى غير ذلك فالإنسان المسلم منهم من يجيب جوابا يقول نحن عندنا المخترع فلان وعندنا الكذر فلان وعندنا الكذر فلان وأما الإنسان المسلم المعتز بدينه الفاهم فيقول له لا شك أن شريعة الله عز وجل فيها من الخير ما لا يوجد في غير الشريعة لا شك ولكن يكفينا أننا أخرجنا العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد وأخذناهم إلى جلال الخلد وهذا أعظم إنجاز ودعوناهم لذلك استجابوا أمنهم يستجيبوا فنحن نعتقد أن الأنبياء هم أفضل الناس والأنبياء ما كانوا أطباء ولا مهندسين ولا علماء كيمي ولا علماء فيسي ولا غيرها كانوا علماء بالوحي فنحن نعتقد أن الغاية من الخلق عبادة الله عز وجل وأن كل ما تذكرونه من أموره الطبي والهندسة وغير ذلك هذه كلها وسائل والوسائل هذه إذا غرق الإنسان فيها ضاع فهي وسائل وليست غاية فنحن لسنا في سباق نبحث فيه من فينا يخدم البشر أكثر من غيره وإنما نحن في سباق من فينا يصل إلى الله عز وجل الأمر هذا يشبه مبارات كرة قدم مبارات كرة القدم هذه فيها أهداف مهما كان أداؤك جيدا في اللعبة لن يفيدك ما لم يثمر هذا الأداء أهدافا تسجل وكذلك كل ما تراه من تطوره وحضاره إذا لم توصلك إلى الله لم توصلك إلى جنة فليست بشي فليست بشي هذا جوابنا على العلماء يستحسن عموم الناس لكن من الناس من يأتي إذا رأى بعض الناس يمكرونه على أهل البداء فيقول أنتم ماذا قدمتم للإسلام بعضهم يقول أنتم ماذا قدمتم لفلسطين بعضهم يقول أنتم ماذا قدمتم لي ويغفت بالتقديم الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك ولا شك أن أهل الحديث لهم قصبوا السبق في كل شيء وصنعوا ما صنعوا من الخير العظيم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الجواب يكون كالجواب السابق أنا أزعم أن هذه العقيدة هي العقيدة المنجية عند الله عز وجل وحسبي أن حفظت دين الله عز وجل سالما من البدع والضلالات سالما من البدع والضلالات فإذا سلم دينه البشر فإذا سلمت دين الناس من البدع والضلالات فلا يهمني أن أكون قد أنجزت شيء فالسلامة لا يعدلها شيء فلو صنفت ما صنفت مثلا من المؤلفات في الحديث وفي الفقه وغير ذلك كذا كانت عقيدتي فاسدة فقد نلت الدون وتركت الأعلى وإذا حميت الناس من العقيدة فاسدة فقد نلت الأعلى وتركت الدون ولذلك نحن لسنا في مسابقة لخدمة كيان موجود في الدنيا بالاعتبارات السياسية وقتصادية والجتمعية وإنما نحن في مسابقة لنيل رضا الله تبارك وتعالى الحوض يذاد عنه الناس بالإحداث إحداث في دين الله الثوجة الإحداث في العقيدة في أسماءه وصفاته في الإيمان في القدر في مبحث الصحابة في العبادات في غير ذلك فمن سلم من هذه القضايا فهذا على خير فالإنسان الذي يذهب إلى الحوض مسلما خير له من إنسان تضمخ بالبدع وإن فعل ما فعل وأيضا مثلياتهم يسعى يقول يا أخو الله الشيعة قدموا أو فعلوا طيب قدموا وقدموا معه شركا وأهل الضلال وأهل الباطل ما يفعلون من خير إلا ويجعلونه وسيلة إلى شرهم بخلاف أهل الحق فأن أهل الحق ولو ظهر فيهم ضرر على الناس فإنه إلى الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لقائم من أمة يقادون إلى جنة بالسلاثل يعني يؤسرهم أهل الأسلام فمع هذا الأسر الذي يظهر فيه أعظم الذل الذي قد يصيب إنسان أن يكون أسيرا في حرب بعدها ما الذي يحصل له يحصل أنه ربما يسمع الإسلام فيدخل قلبه فينجو وكثير منهم يتحرر ويعتق فيكون له خير وما يحب أنه لو لم يؤثر فالأمر لا ينظر إليه بالصورة الآنية فهذا أيضا اعتراض مشهور وجوابه هنا كجوابه هناك جوابه هنا كجوابه هناك أيضا عندنا بارك الله فيكم اعتراض مشهور وهو الحديث عن عوام اليهود وعوام النصارى الذين ما بلغهم الدين ولا بلغهم كذا والحديث عن أي إنسان عامي وكأن هذا الإنسان العامي لا عقل له وكأن الله عز وجل ما أنزل وحيه إلا ليقيم الحج على الرؤوس وفي الواقع لا أحصل مواطن التي في القرآن التي تدل على أن الأتباع مذمومين كالرؤوس استبرى الذين اتبعوا والذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب لو هدان الله لهديناكم لا مرحبا بكم أنتم قدمتمه لنا إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر فيها تخاصم أهل النار السادة والأتباع وأنهم دعوهم فاستجابوا لهم أو أغوهم وغير ذلك فاليوم كثير من الناس عنده الأصل في الإنسان الذي لا يعتبر من كبار العلماء أو من كبار كذا أنه إنسان مسكين جاهل مرفوع عنه القلم والقرآن نفذ هذا أعظم النفي نعم قد يوجد إنسان في سياق معين قد يعذر في سياق معين محدود نقية لكن الأصل بعد نزول الوحي أن البشر رؤوسهم ومقلدوهم حجة الله إما بلغتهم وإما أمكنت البلوغ وأعرضوا لهذا القرآن رحمة للعالمين وأن حجة الله مفهومة وأن الإنسان عنده فترة وعنده حق اليوم الكثير من الناس يتصور أو يتخيل أن الشبهات لا تأتي إلا على دين الإسلام على دين الحق يا أخوة ما من باطل من البواطين التي يعتقدها البشر سواء العلحات أو العلمانية أو التثليث أو غير ذلك إلا وهذا الباطل ترد عليه إرادات هل تظن أن الوسواس والاعتراضات يأتيك أنت فقط هو أيضا تأتيه اعتراضات هو أيضا لماذا لا يسأل نفسه كيف إله يقتل كيف نحن هنا بلا غاية وجئنا من لا شيء كيف كذا كيف كذا كيف كذا كلها أمور مزعجة أشد الإزعاج فكثير من الناس إذا تكلم على الكفار يصور لك أن الكافر لا تقوم عليه الحجة حتى تقرأ عليه كتابا ضخما في براهين النبوة فبهذا تقوم عليه الحجة وهذا القول وإن كانه حقيقة حديث كثير من الناس إلا أنه ما قال به أحد وهو جافل للنصوص أشد الجفاء وجافل لأحوال أهل الإسلام في ناس في الخلافيات اللي بين الناس اللي من أهل الملة هكذا يتصور يتصور أن المقلدين دائما مساكين لهذا استشكل وحديث الأفتراق وأن كلها في النار حتى أن بعضهم تأول كلها في النار يعني جزء منها في النار فعنده أهل الباطل المنتسبين لملة الإسلام هؤلاء المقلدون فيهم مساكين ويعرفون شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغوا عنها إلا هالك ليلها كنهارها اللي كنهار هذا ما هو خاص بالرؤوس فحسب بل بالرؤوس والذيول الناس كلهم يرون إلا قل قليلة فجعلوا الأصل في الأتباع والمقلدين أنهم معذورون ثم بعد ذلك انتقل الأمر حتى إلى العلماء وغير ذلك فجعلوا الأصل في الأتباع والمقلدين أنهم معذورون سواء وقعوا في البدع المكفرة أو في البدع المفسقة العظمى ولذلك رأوا أن البحث الحق ما منه فائدة وأن الإنسان إذا خالف الحق فالأصل أنه خالف الحق لغموض الحق ما هو الأصل فيه أنه خالف الحق لكبر فيه أو لتقليد أو لإعراض أو لعناد لا بعضهم يقول هذا في الكفار الأصليين وبعضهم يقوله في المخالفين ومنتسبين لملة الإسلام وفي الواقع أن الأصل من المخالفين في القضايا الكبرى غير هذا الأصل وضوح البيان ومن الناس من إذا جاء مثلا يصنف المتسبين للأديان تراه ينظر إلى الفئات التي يراها متعصبة فيذمها ويأتي إلى من يرونهم معتدلين يعني أقرب إلى العلمانية فيجعلهم هم المتذينين الصحيح وهذا الآن بعض الناس في خلافيات أهل الملة تراه يأتي إلى اثنين على عقيدة واحدة فينظر من فيهم يقارب نظرته التميعية أو من يقارب نظرته الحركية أو من يقارب نظرته التي ترى خلافيات العقدية أمره هيا فيجعله جيدا والثاني يخصف به فهو لا يحاكم الناس بناء على موقفهم من النصوص وعلى عقائدهم بل يحاكمهم باعتبار الموقف المصلحي فالعلمان يحاكمه باعتبار الموقف المصلحي من الدولة الحديثة وكيانها وهذا يحاكمك باعتبار الموقف المصلحي من مشروعه من مشروعه الذي هو أيضا يفكر بأن يقيم دولته أيضا في السياق العلماني حين يبدأون معك يبدأون معك أول شيء يقول لك الديانات الإبراهيمية أول ما يبدأ ويقول لك اليهودية والنصرانية والإسلام هؤلاء جميعهم إبراهيم وكلهم حبايب ولا ينظرون إلى ما بينهم الخلافيات العقدية طبعا هذه الخطوة الأولية ثم بعد ذلك يقول لك كل ديني أخي البوذي الهندوسي المجوسي حتى اللاديني خلاص تعايش معه لكن يبدأ معك بهذه الخطوة إذا قبلتها يكمل عليك الأمر نفسه في التعاطي العقدي بعض الناس يقول لك أهل الحديث والأشعر والماتوردية هذه البداية هذا رقم واحد فإذا أنت تقبلت أنك تترك إرثك العقدي أو تعامل المخالف العقدي كأنه سني تماما يبدأ يدخل عليك شيء فشيء الإباضية الزيدية ومن هما وصل إلى الشيعة الإمامية وخلاص ثم بعد ذلك خلاص يلغى ذلك المفهوم أن هناك فرقة واحدة فهمة القرآن والسنة حقا وهناك فرقة أخرى أبطلت في فهم الكتاب والسنة كذلك اليوم في الدولة المدنية ما فيه ذنب عقدي يعني ما فيه مثلا شيء اسم حد ردة أن الإنسان ارتد لا ما فيه إنسان حر في الدين ما فيه فيه اعتداء على حق البشر هذا الموجود الاعتداء على حق البشر سرقت إنسانا بهدت إنسانا قتلت إنسانا اغتصبت أما الزنة بالتراضي ما فيه مشكلة زنيت مع قاصر هذا الخطأ هذا وفق المفهوم العلماني اليوم كثير من الناس فيه خلافيات أهل الملة أنت اعتقدت الله فوق العرش الله ليس فوق العرش ما يهم المهم موقفك من الإنسان المخالف احترمت علماء المخالفين ولا ما احترمتهم هذا المهم أنت إذا قلت عقيدة غير صحيحة ولكنك أخطأت لا مشكلة نقول أخطأ قلت عقيدة غير صحية أخطأت فيها ولكنك كنت محترم مع المخالفين لا بس كما أنه في السياقات العلمانية هذه أنت لك رأي أنت لك رأيك واللي رأيي لكن إن أسأت لي بشكل شخصي أثناء تعبيرك عن رأيك هنا تبدأ الإدانة نفس الشيء بعض الناس في خلافيات أهل الملة خلافيات اللي لها قرون والمختلفون من عموم العلماء يقولون هذا كفر وإسلام أو هذا بدع وسنة أنت أصلا إذا جيت وقلت الخلافيات في هذه المسائل أمرها هين وسهل أنت الطاعم في العلماء طاعم في كل العلماء من كل الفرقات لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم قالوا أنها خلافيات عظيمة جئت أنت قلت بلسان الحال أو بلسان المقال لا هي ليست خلافيات عظيمة هي خلافيات هينة الإشكالية في أدبك مع المخالف فقط كذلك في السياق العلماني يقول لك الإشكالية فقط في أدبك معها المختلف معك في الرأي أي فكرة ما عندنا مشكلة معها إلا إذا كانت هذه الفكرة تتطور لأن تصير شيئاً في عدد على المخالف هنا سنحال بالفكرة أما فكرة ما فيها أي ضرر على أحد لا مشكلة فكرة المثلية أنا أتقبلها ما أنا أتقبلها أنا ما عندي مشكلة لكن أنا عندي مشكلة مع فكرة فيها قتل تارك الصراط لا هذا ما هو مقبول بعض الناس نفس القصة يقول لك أنا المخالف العقدي يدعى كامل وأنا ما عندي مشكلة خلاص ما دام يمشي معه مشتركات ألا شاء لي به هو يدعو العقيدة من عندي هو ندعو العقيدة من عندي وما نصطدم بل بالعكس نكون حبايب لكن أن وصل إلى مستوى أنه يحرض علي أو ينال مني أو يسي أو كذا أو كذا أنا هنا سيكون لي موقف أنا أحسست أن فكرته هذه ستؤدي إلى تكدير السلم العام أنا هنا سأحارب هذه الفكرة بكل مواتيت من قوة العقيدة هي هي تجد عقيدتين كلاهما بعيدة على الكتاب السنة وخالف المعلومة ديبال طراء خالفة السنة هذه مسكوت عنها وهذه مهجوم عليها لأن هذه تكدير السلم العام وهذه كذا وكذا وكذا وفي الواقع أن القضايا الاعتقاد النظر فيها ينبغ أن يكون باعتبار موضوع الجنة والنار فكم من إنسان ممكن قديما يعيش في الدولة الإسلامية ويساهم في الفتوحات يكون من أهل الذن ورايح لها نار الجهنم وممكن إنسان يكون كدر السلم العام خارجي مثلا وممكن بعضهم خارجي ما يخرج يكون قاعدي كدر السلم العام وحصل بيننا وبينه شيء هذا ممكن يموت نصلي عليه وهو نعتقد أنه رايح الجنة على بدعته وعلى ضلالته وممكن إنسان قتل مسلما أو سرق مسلما ويبقى هو مسلم يعاقب بقدره ولكن في النهاية نعتقد أنه أقرب إلينا من ذاك الملتزم بقوانين الدولة ونظمها ولكنه كافر ونحن ندعو هذا وندعو هذا ولو أسلم على يدك مسلم أو يهودي أو نصراني أو حتى تاب منحرف من ضلالتها ترجو عند الله أكثر مما ترجو إذا ما بعض الناس الذين عندهم ذنوب تابوا على يدك ولذلك مثلا في عقائد هذا العقائد ما تكدر شيء يعني مثلا عقيدة القدرية أنهم يقولوا الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها أو مثلا عقيدة الجهمية في الإيمان بالذات أنهم لا يشترطون التلفظ بالشهادتين يقولوا الإيمان التصديق هذا النوع من العقائد وكثير من الناس يشوفوا ما فيه مشكلة ما فيه ضرارة على الناس عند أهل العقائد شر من قول الخوارج وكفر فانظر إلى الفارق